تحت رعاية حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المعظم القائد العالى حفظه الله ورعاه ينيب جلالته أيده الله الصاحب المعالي المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد الخليفة القائد العام لقوة دفاع البحرين حفلة تخريج دورة القيادة والأركان المشتركة الرابعة عشر وقد كلف معاليه سعادة الفريق الركن عبدالله بن حسن النعيم وزير شؤون الدفاع لحضور التخريج الذي أقيم بالكلية الملكية للقيادة والأركان والدفاع الوطني واستهل الحفل بتلاوة عطرة من عيات الذكر الحكيم بعدها ألقى سعادة وزير شؤون الدفاع كلمة بهذه المناسبة أوضح فيها استمرارية مسيرة العطاء والازدهار بقوة دفاع البحرين بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المعظم القائد الأعلى حفظه الله ورعاه وبمؤذرة ودعم صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى رئيس مجلس الوزراء حفظه الله وبمتابعة حثيثة من القائد العام لقوة دفاع البحرين كما نقل سعادته للخريجين تهنئة وتقدير صاحب المعالي القائد العام على اجتيازهم مراحل الدورة بنجاح وأعرب سعادته عن فخره واعتزازه بهذا الصرح التعليمي الرفيع وبتخريج دورة القيادة والأركان المشتركة الرابعة عشرة حيث هنأ سعادته الخريجين وحي الضباط من القوات المسلحة بالدول الشقيقة الذين شاركوا إخوانهم في هذه الدورة بعدها ألقى اللواء الركن بحري عبدالله سعيد المنصوري آمر الكلية الملكية للقيادة والأركان والدفاع الوطني كلمة تقدم فيها بالشكر والثناء للمقام السامي لحضرة صاحب الجلالة الملك المعظم القائد الأعلى وتوجه بتحية تقدير واعتزاز لصاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى رئيس مجلس الوزراء كما توجه بخالص الامتنان لصاحب المعالي القائد العام لقوة دفاع البحرين بعدها ألقى أحد الضباط كلمة نيابة عن زملائه الخريجين ثم ألقيت كلمة الضباط الخريجين عن المشاركين في الدورة من الدول الشقيقة ثم تم عرض فيلم موجز عن مراحل الدورة وما اجتملت عليه من محاضرات ومناقشات والتطبيقات العملية والزيارات الميدانية لعدد من مؤسسات الدولة بعدها قام سعدة وزير شؤون الدفاع بتسليم شهادات درجة الماجستير في العلوم العسكرية على خريجي الدورة التي اشترك فيها عدد من الضباط الأشقاء من المملكة العربية السعودية دولة الإمارات العربية المتحدة ودولة الكويت والمملكة الأردنية الهاشمية وجمهورية مصر العربية والجمهورية اليمنية ترجمة نانسي قنقر